عبر الإسرائيليون عن ارتياح بالغ إلى الأزمة الخليجية وعلى حد تعبير عدد من المحللين الأمريكيين فأن الشرح السعودي للتحرك ضد قطر كان يكفل الإشارة إلى مدى تأثير العامل الإسرائيلي إذا كدت الرياض مرارا بأنها تشعر بأن قطر تدعم القضايا الإرهابية في إشارة إلى دعمها للقضية الفلسطينية ومحاولاتها فك الحصار عن غزة وقال المحلل جاك نوفاك في دراسة نشرتها منصات أعلامية أمريكية عدة من بينها سي أن بي سي أن رفض قطر وقف التعامل مع قادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس أدى إلى تكتيف الجهود السعودية بعد زيارة ترامب ضد قطر بحجة وقف نفوذ الإيراني المتنامي وأضف أن زيارة ترامب للشرق الأوسط بما في ذلك السعودية والكيان العبري المحتل كانت إشارة إلى تأييد للتعاون المتنامي بين الطرفين والحسابات واضحة وفقا لاستنتجات نوفاك قرار السعودية بالضغط على قطر لدعمها لحماس بعد زيارة ترامب لا يبدو كأنه مصادفة فالعدو الوحيد لحماس هو إسرائيل لا السعودية ما يعني أن المستفيد الحقيقي من الجهود السعودية لتجميد نشاطات القطرية هو الكيان الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر